شخصيات جزائرية تاريخية الثامنة والثمنون محمد مرزوقي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات محمد مرزوقي محمد مرزوقي من موليد الرابع الحادي عشر الف وتسعمية وسبعة وعشر ميلادي بقصر البخاري ولاية المدية وبقي هناك لفترة تناهز العشر سنوات تلقى خلالها قصة من التعليم ليعود بعدها إلى العاصمة حيث وصل دراسته لابتدائية صورة ستارة إلى أن تحصل على الشهادة الابتدائية التي تفتح أمام صاحبها العمل بالإدارة بدل الأشغال اليدوية بعد ذلك دخل مرزوقي مسابقة الانتساب للثانوية التقنية بالعناصر والتي درست بها إلى غاية 1942 ميلادي استولى الحلافة على كل المدائس فانقطعنا الدراسة ليلتحق في السنة الموالي 1943 بعالم التشغيل في الإدارة الفرنسية بالمديرية العامة للبريد والمواصلات لدى الحكومة العامة وفي سنة 1944 ميلادي انضم مرزوقي للحارة الوطنية ضمن صفوف حزب الشعب الجزاري ببيلتور وفي نفس السنة أصبح مسؤول فوج ومن الذين ناضل معهم يتضطر أسماء أحمد بودا لخض الرباح أحمد بودر العقيد وكان مسؤول النظام في الحارة الوطنية ناذات رجيم الجلالي قبل الفاتح 1945 ميلادي كانت عدة أحزاب مثل الحارة الوطنية السرية أحباب البيان والحرية الذي تونه فرحات عباس الحزب الشيوعي وجمعية العلماء المسلمين الجزاريين وقد اندامج أحباب البيان والحرية والحارة الوطنية في تنظيم جديد يدعى أحباب الحرية والديمقراطية وتحت هذه التسمية انطلقت مظاهرات الفاتح 1945 ميلادي التي شارت فيها محمد مرزوقي التي انطلقت من نرطتين ساحة الشهداء والقصبة للالتقاء عند مدخل نهج بن مهيدي من ناحية دبيح الشريف والتوجه نحو البريد الماتزي وهنا توطعت حوادث دامية سطط إثرها أربعة شهداء برصاص الشرطة الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية خرجت الحارة الوطنية من السرية لتحميل اسم حارة انتصال حريات الديمقراطية المعتمدة ونضى للانسداد السياسي خاصة بعد انتخابات 1946 ميلادي المزورة فقد تم عرض اجتماع 1947 ميلادي فيما عمل المشروبات الغازية لصاحبه مولود ميلالين وهو مناضل قديم وفي هذا الاجتماع توانت الحارة المنظمة العسترية الوص التي كان مسؤولا عنها محمد بالوزداد وقد تم اختيار أفضل المناضلين لتقوين هذا النظام الجديد الذي انضم إليه مرزوق في سنة 1948 ميلادي وفيه تعرف على الزوبير بعجاج مسؤولا ناحية وقد تميز هذا التنظيم بالسرية التامة حيث مناضل الخلية لا يعرف إلا المسؤول المباشر تم تلقى مناضل منظمة السرية التدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة والضخيرة وتذا تطيب وتفتيت السلاح وبعد ذلك صناعة المتفجرات وتانت الأسلحة مخبأة في البيوت وقد اشترت المنظمة السرية الأسلحة التي أشرف عليها محمد بالوزداد وطعمت بتخزين قسم كبير منها بمنطقة الأوراس عند مصطفى بن بوليد ونطل القسط الثاني إلى منطقة القبال أما الحصة الثالثة فبقيت في العاصمة وتم تخزينها عند مصطفى الزرجاوي بالقصبة عند ارتشاف المنظمة السرية في مارس 1950 اتصل مسؤول التنظيم التومي بمحمد مرزوري ليلا وعلمه بذلك تم طعم بالاتصالات ببقية المناظرين بغية حق بعض الوثائق وتخبيئات البعض الآخر في أمات آمنة وفي العاصمة لم يلقى القبض على أي مناظر في المنظمة السرية وفي سنة 1951 ميلادي تعرف محمد مرزوري على ديدوش بواسطة الزوبير بوعجاج وقد أثر هؤلاء على مرزوري ليعود مرة ثانية للعمل السياسي وتم تتليفه بمسؤولية فرع الشباب ببيلتور بعد ذلك بفترة وعيدة حيات تنظيم العسكري ولكن بعد قليل من المناظرين وبصرام أكبر حيث يتم معاقبة وتديب المناظرين الخارجين عن الطريق السوي وفي مارس 1954 ميلادي وصلت رسالة من ميصال الحاش تقر أنه نزع الثقة من اللجنة المكتازية وتطلب تجميد الأرصيد المالية الموجودة في حوزة المسؤولين وطبطا لذلك أعقد مرزوري اجتماعا عاما للمناظرين شرح لهم فيها أوامر ميصال وبعد العودة من الاجتماع الذي عقد بمطار الحزب لشرح الخلاف الحاصل بين ميصال الحاج واللجنة المكتازية والإعلان بأن ميصال موجود في الخارج وبالتالي لا يمكنه تسير الحزب أعقد مرزوري اجتماعا عاما آخر للمناظرين شرح لهم فيه أوجه الخلاف القائمة بين الطرفين وارترح عليهم التزام موطف الحياد إلى أن تتضح الأمور أرثر في هذه الأثناء اتصل مرزوري بالزوبير بوعجاج وأطلعه على الانشيطات الحاصل وموطف الحياد الذي التزمه فرع الشباب ونفس الانشيغان نطله إلى أحمد بودرة عندما التقاه وبعد عدة اتصالات ومشاورات أنشئت اللجنة الثورية للوحدة والعمل والتي كان من بين عضايها مرزوري ولم يكن الهدف منها إنشاء حزب جديد وإنما التوحيد بين المناظرين بعد الانشيطات الحاصل بين المصليين والمركزيين وتم الاتصال بالطرفين تصدل انضمام لللجنة المركزية الذين رحبوا بالفترة بعد تكوين اللجنة الثورية للوحدة والعمل أصدرت هذه الأخيرة النشرية الوطنية التي طبيعت منها سبع تعداد ثم توقفت وعلى مستوى العاصمة كانت اللجنة الثورية للوحدة والعمل تضم محمد مرزوري بالكور زيوي حسين دايق الصاب ناذير القبة الهادي باش جراح العناصر بن واضح الحراش تصيمة عبدالقاد لارودوت سعدون تسمة الشباب بالجزار وفي جولي 1954 ميلادي اعتد مصلي الحاج اجتماع هونو ببلجيتا واتخذ موقفا تمثل في استعادة الممتلاتات الحزب من سيارات ومطارات وأن مصلي رئيس مدى الحياة وتم طرد أعضاء اللجنة المركزية مثل لحول وبنخدة وتيوان وبودا عندما وصلت الأمور إلى هذه الدرجة وطع الانشطات الذي لا توحيد بعده وأجريت عدة اتصالات والإقعاءات الثنائية والجماعية إلى أن تم الاتفاق على عرض اجتمال 22 الذي وطع حسب مرزوري في أواخي الشارج ويلي 1954 ميلادي وقد تدارس الحاضر باجتماع المدينة ثلاثة نقاط هي هل تقوم بحركة منفصلين عن النظام وعن طريق الاتحاد مع القاعدة الانتخابات لتعيين مسؤولي الثورة هل تكون الثورة مؤقتة مستمرة كما تناول الاجتماع أيضا الوضعية السياسية بالنواحي وفي اجتماع المدينة تم الاتفاق على توحيد القاعدة النظالية لأن الخلاف موجود بين المسؤولين ولا دخل المناظلين فيه ثم تقرر أن تكون الثورة مستمرة حتى تحقيق الهدف النهائي وهو الاستقلال وأخيرا تم انتخاب المسؤول سريا وبلا طان فقط بعد انتهاء الاجتماع تتفلت جماعة العاصمة بالقادمين من داخل الوطن وهاتذا استضاف جعفر أي محمد مرزوطي طلا من بن طوبال و بن عودة و الزغوط للمبيت عنده وفي الصباح أوصلهم إلى ديدوش مراد كان مرزوطي يعرف مناظلا في فرع الشباب يؤدي الخدمة العسترية في ثاتنة البليدة وهو محل ثقة فسأله عن تيفية الدخول إلى الثاتنة لأخذ بعض الأسلحة وتتزاره مرزوطي في الثاتنة ولكنه منع من الدخول ولهذا تقرران يلتقي في منزل ذالت الشاب كلما أخذ إجازة وشرع في رسم خطط الثاتنة وامات النوم العساتر ومخزن الأسلحة وغير ذالت وتتطلب منهما ذالت العمل مدة شهر تعمل تم أحضر ذالت المناظر كلامات تواجد مخازن البرود بالمتيجة لأن مرزوطي تاني يريد أن ينفذ عملية الهجوم ليلة أول نوفمبر على هذه الثاتنة لا تنددوش مراد إرتعان يقوم بأسويداني بجمعة وهاتذا التقى هذا الآخر مع مرزوطي الذي سلمه طفة تضمت الأوراق المخطط بالإضافة إلى المسدس وعندما ارترب الموعي الطلبة من بعض المناظرين القيام بتربص للتدريب وتانى ذالت بمزرعة الدور الهاجين بالخريسية وضم محمد مرزوطي ومصطفى بن بلعيد والعربي بن مهيدي وديدوش مراد ورابح بيطاط والحاج بن علا وبن عبد المالك رمضان وطوليني ناصر وطاسي عبد الله عبد الرحمن وطاسي عبد الله مختار وعثمان بالوزداد والزوبير بوعجاج وتم خلال هذا التربص التدريب على تلحيم القنابل وهي نوعان قنابل نارية ومفجرة وفي شهر أرتوبر 1954 ميلادي التقى مرزوطي بيطاط وبن مهيدي في عدة اجتماعات وفي الاجتماع الآخر الذي عقد عند قسمية عبد القادر بلا ردوت تقررت مهمات كل واحد من الجماعة واختار كل واحد الهدف الذي سيطرحه في اليوم الموعود وهكذا اختار محمد مرزوطي راديو الجزائر الناطق بالفرنسية والواقع بنهجهوش وقد كان مسؤولا عن الفوج الذي يضم عبد القادر الشعال وعبد الرحمن توجين عباسي مدني وعمر بوتوش ومحمد بالليمان وبعد حوالي شهرين من انطلاق الثورة تم إلقاء القفض على العديد من مفجرية الثورة ومنهم محمد مرزوطي وبعد الاستنطار تحت التعذيب الشديد حكم عليه بالسجن لغاية الاستقلال حيث تنطل بين السجون ستاجي 17 شهرا الحراش لامبيز حوالي 4 سنوات وبعد ظهور المنظمة المسلحة السرية نطل مرزوط الى سجون فرنسا ماتس لابومين ديجون وغيرها حتى تم إطلال صراحة وبعد وقف إطلال النار حيث تفرغ للعمل المدني اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بأرت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد